وفي الجانب المطمئن استبعدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق على خلفية التصعيد في غزة وأوضح عدو لجنة النائب صلاح زيني التميمي أن ملف السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق حساسة والأجهزة الأمنية تقوم بدورها في تأمين الحماية مستبعدا أن يتعرض أي منها إلى عملية استهداف لأن وضعها دبلوماسي وحمايتها واجبة من قبل الحكومة وأشار التميمي إلى أن وجود البعثات في بغداد يأتي ضمن تعهدات أقرتها مواثيق دولية والحكومة عليها ثلاث مسؤوليات مباشرة أبرزها الحماية ومنع أي معرقلات صوب أنشطتها بينما طالبت أمريكا وكندا رعاياها بتوقع أعلى درجات الحضر في حركتهم من وإلى العراق